السلام عليكم ورحمة الله خلينا نجاوب على هذا التعليق التعليق يقول ست سؤال بخصوص العفاء العام والعفاء الفردي تقول العفاء الفردي شقد والعفاء العام شقد او هي طالبة درجاتها 4 دروس بالتسعين تقول ما يطلع العفاء عام وهل يعتمدون على درجة نصف السنة اولا نقول العفاء الفردي هو تسعين يعني الدرجة من تسعين فما فوق هذا الفردي اذا تنعفي بدرس درسيا ثلاثة المهم يعني فردي مو عفاء عام كل الدروس من تسعين فما فوق اما العفاء العام السعي لازم مجموع مجموع المعدل يطلع لك 85 مجموع المعدل 85 و اقل درجة لازم 75 مجموع المعدل اشكال يعني تجمعوهن الدرجات و تقسموهن على عدد الدروس يطلع لك المجموع 85 و اقل درجة لازم 75 هذا عفاء عام شون يقول ست يعتمدون على درجة نصف السنة درجة الفصل الأول اللي هاي النتيجة القبل نصف السنة و وزعوا لكم نتائج معدل الفصل الأول وبعدين نصف السنة اللي هاي حيوزعون النتائج وراها الفصل الثاني يبدي معدل النصف الثاني اللي تمتحنون شهرين شهر أول و شهر ثاني يطلع لك المعدل النصف الثاني يجمعوهن ذن ثلاثة و يقسموهن على ثلاثة يطلع لك معدل السعي السنوي هو هذا يقرر مصيرك انت تنعف عفاء عام ام عفاء فردي قلت لك العفاء العام اشكال من خمسة وثمانين المعدل المعدل يطلع لك خمسة وثمانين والدرجة اقل درجة خمسة وسبعين اما العفاء الفردي درجتك لازم من تسعين فما فوق و يعتمدون يجمعوهن ثلاثة الاشهر يعني النصف الأول و نصف السنة و نصف الثاني يطلع لك السعي السنوي و يقسموهن ثلاثة يجمعون و يقسمون على ثلاثة